هي الناقل الكويتي أعطت الأمل على أن نشوف رؤية جديدة وأن هناك أمل في عادة بناء الكويت من يديد وليش نقولي عادة بناء الكويت من يديد لأن افتقدنا خلال السنوات السابقة الإنجازات ونسينا افتتاح المشاريع الضخمة نحتاج اليوم أن نرسم البسمة على وجوه أهل الكويت لكن ما يحزن هو استمرارية تعيين القيادين وفق النفوذ لدى بعض النواب والتيارات السياسية للأسف تؤجل الفرحة ويدمر أي إنجاز قادم اللي عطوا المشاريع الكبرى هم أهل المصالح وهم من خارج مجلس الأمة وعن طريق الاتفاق للأسف مع بعض نواب الأمة اللي خانوا قسمهم واليوم كل نائب حزب وللأسف هذا النائب يساهم مع البعض في تعطيل وتغيير القوانين وفقه والمعزب اللي عطاه وإيضا هناك وزراء لا حول لهم ولا قوة عاجزين عن اتخاذ القرارات الصالحة خوفه من غضب المعازيب والمتنفذين في هذا البلد وللأسف يملك بعض المتنفذين وسائل إعلامية تساعد على تنفيذ سياسة الخراب لذلك فرحها الكويت بوصول الطائرة المؤجرة وهناك من ضحك على هذا الانجاز هذا انجاز كم؟ لكن أنا أقول إنه انجاز لأنه أعطت الأمل للجميع لكن متى نسمع عن قانون تشريع قانون لتشريع وتوظيف القياديين في الأماكن الحساسة وفق الكفاءة نتمنى من القلب أن نرى الانجازات لأن الكويت كبيرة وعظيمة وتستاهل من يخدمها ويضح إليها اليوم مطلوب من كل الجمعيات السياسية والنفع العام أن تبادر في مساعدة الشرفاء في مجلس الأمة من النواب على تشريع قوانين تنهض بالبلد ولا تدمر البلد من الأمور التي تفرح في هذا البلد لما أروح منطقة الصباح نرى الكثير من المستشفيات الحديثة اللي بناها أهل الخير وهذا دور عظيم للمجتمع أن نساعد الحكومة في بناء المستشفيات العملاقة بس المطلوب شنو؟ المطلوب اليوم الهمة مطلوب الهمة في محاربة كل إداري فاسد وقيادي فاسد ونائب فاسد ووزير فاسد ارتضوا أن يكونوا أرقزات على مسرح السياسة الكويت كبيرة وليفهم الجميع أن الكويت كبيرة وبها رجال ونساء يستطيعون بناء وطن من جديد لكن علينا جميعا أن نتحد وأن يكون للجميع دور في بناء الوطن ادعو الله أن يحفظ الكويت والله يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال